كما ترشمينا ان تعديوا للموضوع المالي اللي انتي حكيت عليه مارفلت. انا حبيت ان معناها اسألوني بعض التوانسة في العديد مناسبات شكون يتحق في العالم. شكون معناها اللي هو اه يدير اللعبة في العالم. ما رأيوا اللي يدور اللعبة ما هونش البلدان. البلدان معناها والاوطان ما عنديش منجلة التحرك كبير. فما الطبقات متع نفوذ في العالم هي تدير في الامور. نحب التوانسة تبدأ عندهم فكرة. اول طبقة ساعة هي مجموعة تحتوطاشنا عائلة. هذوما الاكبر ايه الاكبر معناها من ناحية العائلات الملكية اه اغلبها. كيم هيروتشيلد وكيم كيندي وكيم ابوش وكيم. هي تلقى بالعائلات الاستقراطية. هذوما الاتلتاش الاتلتاش الاكبر هذوما في السومي يعطيوا دي ديريكتيف يعطيوا اراء معناها وتتبع فيها بقية الطبقات. الطبقة الثانية هي ثلاثمائة العائلة الاكثر معناها قوة اقتصادية. الاكثر نفوذ مالي. هل عندهم الشركات المتعدة? لا لا هم عائلات يكسبوا مشاريع لكن عندهم برشة فلوس. عندهم برشة فلوس عندهم برشة نفوذ. ما عندهم شي علاقة بالسياسة. معناها ما همش عائلات استقراطية. ما همش مولوك ولا ابناء مولوك ولا اميرات ولا كده. هذوما هذوما ناس عندهم عندهم الفلوس. هم كده. الجانب الثالث هو مجتمعات التفكير. مجتمعات التفكير. سمحني التجمعات الاكثر نفوذة نساعد. طبقة الثانية تجمعات الاكثر نفوذة. هذوما فيهم عليهم عليهم ماناها على لغة. عليه. لانه التجمعات هذه ليش معروفة. ماناها ما تعرفيش. شكوني. شكوني تسبلها. المجمعات هذه شكون نظم. شكون تباحة. كيمة مثلا. كيمة. 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 يسطروا جزء من تاريخ البشرية. بناء على. بناء على التوجيهات الكبيرة. مستقبل البشرية. ايه. هي ممتاحة على performing. يوم مجتمع التفكير نعرفه منها كما كلوب دورام وطاب الراند وورد اكونوميكس فارام لسيكل جروب دو بيل بيرج دو مجموعات معناها متاع علوم متاع علوم اقتصادية علوم سياسية معناها دوما معناها اكلي عبر عليم الاوبن سو سيتي من المفتوحة من المجتمعات المفتوحة مش معناها فيها تفكير وفيها كذا المجموعة اللي بعدها هي الرقابة المالية من المجموعات المالية اللي تعمل في رقابة مالية كما حنا عنا πολيس في توني شدنا شدنا خول هاكم زيتو هاكم نقصتو ايا ردوا بيلكم وارقة حمره هنا حتيناكم هنا ناقصناكم في ال في ال بالرطبة بتاعها هنا اطلعناكم هنا ابتناكم هذوما تعب له عليهم بالرقابة المالية والست رقابة المالية الرقابة المالية كانت البانك ماليال كيمي ال مي وكيما اللي بورو كيما شامبر دو دو كوبنساسيون لبنك سنترال اغلى لبنك سنترال في العالم. دوما مانا اللي موش الاخراني. اللي بعدهم مانا المجموعة اللي هي بعدهم هي ادارة الموارد. ادارة الموارد اللي مؤسسات الكبيرة. متاع الاستهلاك. متاع 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 التكنولوجيا كيما كوكا كولا. كيما كيما ماك دونالز. كيما ميكروسوفت فيفندي نسلي. اخر مجموعة هي مجموعة السيطرة على المؤسسات والسكان. معناها اخر اخر درجة. شنو فيها هذه الدرجة? هذه فيها معناها حوالي اربعة مجموعات. فيها الاديان والحكومات والعلام والتعليم. الاديان يحاول ان نحكيوا عليهم الكل يدفعوا في اتجاه الناس مش تصبر. معناها اقعدوهم بالجنة. مش نحكيوا على دين الاسلام. انا نحكيوا لأديان يحب. اقعدوهم بالجنة بعد بعد النوت. في امتنين. الحكومات الجزء اللي حامل السلاح. الامن. الاستخبارات. الجيش. السجون. هذو ما يستعملوهم للطبقات الاولية. بش يحركوا بهم وهزوا هزوا للشعوب اللي يحبوا عليه. فان كده. العنصر الثالث هو الاعلاب. معناها لي هو يحطوا فيه المعلومة اللي يحبوها لولا وكاذبة يخرجوها. ويعملوا يعملوا بها متركاج حتى الناس تصدق. هكي شفت انتي. في لين عمل? 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 يا ولدي ما عملش يا رو. اخي المرة انا نسمع في في مانا رئيس متى حزب جيب سفر فاصل سفر في الانتخابات. مزال يحكي طوا عنده جمعة عشر ايام. يحكي قال جيال فلنا هي قامت بالاختياء. هلور كو خرشت برشناس وفسرت يا ولدي الفرانسيس هو ما اللي عمل? يريدي يديكم ربي. يودي يودي هاو كيفاش? هاو السيد خرجوه من الحبس. هاو راو مشاه وقتل هاو خرجوه هاو معلموناش. مانا مزال يحكي مانا مانا يقدر وش علينا فانت كيفاه? اخر عنصر هو عنصر امتحد العلوم. مش معناها العلوم? العلوم هو قاعدة تسير دراسات علمية اكاديمية بشي يقنعك بحاجة غلطة. وانا مفكرك مثلا انه سادة المشاهدين مواكد راو يعرفوا. اللي في وقت موقعات مثلا في في الغرب في الولايات المتحدة الامريكية خرج دراسات تقول اللي تتقين راو بقى للصحة. اللي في الخمسينات. الخمسينات في الستينات. بقى للصحة والطباء يتكيف ويقولك لا راو لباس هو في النهاية طلع كذب. كذب في كذب وطلع على التتقين يعمل كونسير وكذا. فما الجانب بتاع الدراسات الدراسات العلمية. يتتعمل باش يهزك اللي تحب عليه انتي. دونك السبعة الدرا المعناها هدوما السبعة المراحل هذي اللي متحكمة في العالم. اه?